كيروش هيكمل مع المنتخب ولا لأ؟ من وجهة نظري؟ اهه مش عايزه يكمل فعلا؟ اه مش عايزه عمل ايه؟ قعد ثلاث شهور ووصلك نهاية أم أفريقية ووصلك يعني خرج براكلات ترجيح يا فرحتي ما كسل علام برضو وطلع براكلات ترجيح يا فرحتي مدرب كبير لا مدرب كبير ده مش هعض عايش عالماضي مش هعض عايش عالماضي انت سفي ومدرب كبير ودربت ريا المدريد ودربت ودربت ماشي انت عملتلي ايه؟ قفتني بايه؟ انت لعبت ثلاث بطولات من ساعات ما جيت كسل عرب اي نعم ودها بس بطولة اسمه مصر فيها كبير ما خدتهاش كسل أمم الأفريقية ماليش دعوة انت طلعت ولعيبها اجهاده برضو ما خدتهاش ما وصلتنيش كسع عالم طب انت عايزي تاني يعني فشل بكل المقاييس ما احترامل كل مسؤولين وممكن اطلع اتهاجم الناس تهاجم اينو لكن انا في الاول وفي الاخر زي فرقة تسعين دقيقة بتكسر الدنيا ومستحوزها وفي الاخر خسر التلاتة بنت البعض بيقول ان يعني في بعض الاهلوية متضايقين من كيروش علشان طبعا عزبته مع محمد شريف الكبيرة وفي نفس الوقت استبعده من محمد مجدي افشي فهل انت باني وجهة نظرك على الكلام دوت؟ انا قلت قبل كده ومعهم طاري حامد هو كان غلطان لو ماخدش تلاتة طاري حامد رقم واحد هل ده ممكن يأثر على استمراره؟ يأثر طبعا هو عنيد هو راجد عنيد وخصوصا في اختياراته انت عندك محمد شريف كان هداف الدوري ماخدتوش مجدي افشي المسلم للفاتب كان مكسر الدنيا من احسن موسم ليه معناد ليه ماخدتوش طاري حامد رلعب مؤثر ودايما اساسي في منتخب مصر وما خدتوش طب انت بتعاند نحن؟ ولا بتعاند دي مصر؟ لازم تبعارفين اذا كنت انت مدارب كبير انت مصر متغلق مصر مين البديل لك يرش من وجهة نظرك؟ يبقى مصر ولا اجنبي؟ اي حد مش هتفرق لا مصر ولا اجنبي يعني انت فيه مدارب مصر يصلح لتقديم المنتخب دلوقتي؟ اه او لا كابتن ايه ابجل ايه؟ بناء عليه بناء على تركيزه بناء على نتائجه مع بيرامدز عنده شخصية هيعرف يتعامل مع اللعيبة دي هيعرف يتعامل مع النجوم دي لو قلتلك اختار لي ما بين موسيماني او فريرة او فيلر او كارتيرون واحد منهم؟ موسيماني موسيماني عشان بالورع والقلم انا ليه نتائج؟ موسيماني لو كان فشل مع النادي الاهلي ومحاقاش بطولات كان جمهور النادي الاهلي قلب عليه وكان النادي الاهلي مجدده كان في انتقادات لموسيماني فترة من الفترات رغم ان هو محاق بطولات لما ما كانش راضي يجدد ولما كان بيطلع بتصريحات ما كانش موفق فيها ركز كده اسلام من بعد ما جدد العقد بتشوف موسيماني بيتكلم زي الفترة اللي قبل التجديد فهم؟ فهو دي حنكة مدرب هو مدرب هو مش صغير عنده من الخبرات يعني شايف ان موسيماني هو الافضل لتدريبين النادي الاهلي لتدريبين الاهلي اه للاهلي انا بتكلم عن المنتخب انا بتكلم عن الموسيماني فهم يمسكر المنتخب انا بتكلم كترة اللي واحد من الاربعة من الاربعة الأجانب اه الاربعة الأجانب والموسيماني ولا واحد من الاربعة اللي انت قلت عليهم اذا كان واحد يمسك من روجة نظري كابتان ايهاب جلال ده لو مصري واحد اجنبي حتى تواحد بقى جديد خالص ما يبقاش عارف مين شريف ومين افشة ومين قينه عشان يجيب عنده بس لعبت المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح حابين يا كرة دباتي بالحب هم اتعاملوا معاه يا اسلام انت ركز كده بقاله 3 شهور بندفع بس منتخب مصر بيدفع بس عجبني ايه تصريح ميده قالك يعني ايه نروح كاسا علم في فرعة في منتخب او فرعة ما بتعملش اربع بساطة على بعض لأ منتخب السنغال كان هو الاحق وانا حزين اللي انا بقول كده ومصر كلها تقول لك كده احنا بنلعب في وسط استاد الكهيرة في وسط ستين سبعين الف متفارج وتمانين الف متفارج وبندفع بس ده منتخب مصر بيدفع بس انت ما بتعملش تاكتك انت ما بتعمل انت بتتمرن ايه مش عارف تطلع من ورا القدام من الدفاع اللي جو مش عارف تطلع فانت بتشتغل ايه انت جاي تدفع بس هنرجع لأيام هيكتور كوبر خلاص بقى احنا عايزين نلعب انت عندك يعني لعبها محترفين كتير عندك واحد من اعظم تلاتة دلوقتي في العالم انت مش قادر تستغله حط صلاح مع منتخب السنغال شوف ايه يعمل ايه لأ انت لسه بتلعب كل مباراة حتى في ملعبك بتلعب تلاتة تفندر ليه ليه